خرجت الأطراف اليمنية عن صمتها إزاء الخلافات الخليجية التي حدثت مؤخرا وتدورت من الاختراقات إلى قطع العلاقات وإغلاق المطارات في حالة يبدو عليها الترتيب والتخطيط أكثر من العفوية الأطراف اليمنية الرسمية كسلطة شرعية وبعض الكيانات السياسية المساندة لها أعلنت مساندتها الواضحة لذات النهج الذي أعلنته السعودية والإمارات والذي تمثل بقطع العلاقة مع قطر وإنهاء عملياتها ضمن التحالف على الصعير الشعبي تبينت وجهة النظر بين معارض وبين متضامن وبين مساند ومن اكتفى بدور النكاية لأغراض محلية وأخرى إقليمية وبعضها له علاقة بنفس الثورة المضادة والراسخين في الانقلابات المسلحة على الثورة العربية انعكاسات الخلاف الخليجي على استعادة الدولة وتحرير اليمن بات واضحا وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن مصير المعركة اليمنية المفتوحة أمام كل هذه الاضطرابات التي تبدو في البيت الخليجي وظهرت للسطح فجأة الحكومة الشرعية في بيانها ضد الحكومة القطرية حملت ذات الاتهامات السعودية الإماراتية دونما إشارة إلى الدلائل التي لم تثبتها الحكومة اليمنية قبل أزمة يونيو بين الأطراف الخليجية التي شكلت إجماعا لمساندة القضية اليمنية أحزاب أخرى من ضمنها المؤتمر المساند للشرعية سارعت لتأييد موقف السلطة الشرعية والتسليم التام لما تضمنه موقفها مشمول الكليات والتفاصيل مراكبون يرون أن مسلك الدولة اليمنية في استعداء دول ضمن التحالف العربي دونما إثباتات حقيقية وتفحص حقيقي من شأن ينكرر خطأ التسعينات حينما انتهج نظام المخلوع صالح نهج العداء غير المبرر ضد الكويت والذي يتشابه مع موجة العداء الراهنة ضد قطر اليمنيون يرون أن مشروعهم يتمثل في استعادة الدولة وبحسب متابعين فإن النأي بقرار الدولة ومصالحها عن الخلافات الجانبية هو المسلك الدبلوماسي السوي إزاء الأزمة الراهنة